محمود إبراهيم في الدوحة عشان نسأله ونقول له يا محمود الأخبار عندك النهاردة مساء الخير يا كابتن أحمد وأنا مسهلا بيك وكل سادة المتابعين نحن النهاردة موجودين على كورنيش الدوحة عزالك كورنيش ده ممتد 7 كم وفيه أجواء يعني رائعة جدا والنهاردة الجو جميل فالناس يعني مبسوطة جدا الجمهير الموجودة هنا ومعه النهاردة جمهير من الأرجنتين هل أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ هل أنت؟ لنحن نحن نتعلم في مرZZ. نحن نبحث عن الارجنتين PAN نحن نبحث عن دقيقة الأرجنتين ينب yağ بيك أو فيك الديهم من العقلي العادلة إنها الإرجنتين Growing أيضا هل صدمت السعودية انتهت؟ ودخلين ماتشو بلندا منكزين على ماتشو بلندا؟ هم قالوا ان ال aka Polandُّاب ماتشو بساعدة؟ نتكلم بالتفرية وولنددا تنزلو sufferowej الجمعات الذي يجلق الvious عملي thanked promoting منهم وتع 없는 لتعنج ولكنك συعدل على مال هم جاهزين كمان للبرازيل والأسبانيا والألمانيا والأي فريق اللي عايز يحقق البطولة لازم يواجه اي فريق وما باش عنده مشكلة بس قالوا ان انتوا عندكوا ثقة كبيرة في ميسي قال لي مش بس ميسي احنا عندنا ثقة في الفريق كله والتيم وان شاء الله يحققوا المنديال لو لعبوا كريستيانو في النهائة محمود لو لعبوا كريستيانو في النهاء مين يكسب كما جهاز كريستيانو رونالدو في الفائنال اعتقد ان انه سيكون اشيئ كي من جاهزين سيكون كل الهواء في سنوات الدوارس سيستحك لا يمكن ان نذهب ان اتقالد ان اريد الفائنال غير رونالدو ان مقدس سيلده في كل شخص يقولك أن مواجهة كريستان رونالد في النهاية دي تبقى حاجة زي جريم أصبح حقيقة لكل الناس مش بس للناس في الأرجنتين وهم طبعا على استعداد تبقى أرجنتينا وين وين the final against Portugal this is food or anything can happen الواجهة يبقى ويقولك النهاية حاجة ممكن تحصل عندهمش وشتلا يعني everything can happen يعني أي حاجة ممكن تحصل في مواجهة النهاية لكن you trust Argentina will go to the final of course that's why we are here and 50 000 Argentinian people is also here supporting the team because we are going to the finals and we are going to win the World Cup if good ones and messy ones and the rest of the team's companions okay tell me what do you think about the result against Holanda I think it's going to be a match more open with more goal situations because both teams has to okay the result that is all and the result okay 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 thank you okay ما شايف القطر وهولندا هل قطر تقدر توضع المونديال بشكل كويس تسبيلنا ذكرة حلوة؟ أعيز أقولك حاجة بس طريفة جدا بخصوص مباراة هولندا وقطر النهاردة هيكون الحاكم الجنبي بكار الجسامة هو اللي هيدر اللقاء حاكم ده عليه أعلامات استفهام كتير جدا طبعا موضوعات أهلة أفريقيا ومواجهات الجزائر الأخيرة ومواجهة مصر مع الكاميرون في نصف نهاية كاس أفريقيا اللي فاتت فالناس كتيرا بتتكلم إن احنا لا ده قطر كده هتكسب لهم ده مش عارف حال لا إن شاء الله يكون أداء مميز جدا من المنتخب القطري أخر مباراة ممكن يعملوا مفاجأة جدا يغطوا على مسألة الخروج المبكر ويقدوا أداء حلو جدا إن شاء الله قدام المنتخب الوناندي يعني واضح إن إنت لو قدت كويس ممكن تعمل حاجة مع المنتخب هنا بإذن الله محمود أشوفك بكرة في رسالة جديدة من الضوحة شكرا محمود إبراهيم كان معنا من الضوحة أعتقد رسائل محمود بتوقع مهمة جدا لأنه بتجيب لنا الناس عاملة إزاي أرجنطنين على فكرة في كتر وفي الضوحة من أكتر الجليات اللي موجودة دلوقتي لها جمهور وميسي بيقاتل بيقاتل علشان خاطر حلمه لأن ده آخر كاس عالمينه زي ما قلت لكم وبكرة عندهم ماتش مهم جدا مع أبولندا هنقول لكم بكرة وإذن الله توقعات إيه اشتركوا في القناة